ضمن الجهود التي تقوم فيها شرطة منطقة الرياض ألقت اليوم القبض على ثمانية أشخاص بعد تورطهم في ارتكاب عدد من الجرائم تمثلت في سرقة المركبات عبر افتعال حادث مروري ومغافلة أصحابها هذا وكشفت الداخلية عبر مقطع فيديو على حسابها بسناب شات أن المتورطين هم سبعة مواطنين ووافد من الجنسية الباكستانية في العقدين الثاني والثالث من العمر مشيرة إلى أنهم امتهنوا صدم المركبات من الخلف والاستيلاء عليها بغفلة من قائدها وإخفائها بأحد الأحواش بحي السويدي جنوب الرياض وأوضحت أن المتورطين قاموا بالمتاجرة بأجزاء المركبات المسروقة بعد تفكيكها عبر منافذ بيع قطع الغيار المستعملة ومماشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 13 حادثة مؤكدة أنه تم ضبط المركبات المسروقة وكذلك إيقاف التشكيل العصابي تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه لا تطول مثل هذه الجرائم وهذه العمليات لا يطول أمدها ولا يطول إخفاء المجرمين فيها أو من يقوم بعمل مثل هذه القضايا وهذه الجرائم دائما ما يكون سقوطهم قريب وبحول الله تعالى يتم حاسبتهم وفق الأنظمة والقوانين وهذا يعني يؤكد إلى أن يجب أن نكون على وعي كبير في مواجهة مثل هذه الجرائم ونحتاج إلى أحيانا تحديث يعني أحيانا بعض المقاطع التي نشوفها نحتاج تحديث معلومات في كيفية التعامل في مثل هذه الإشكالات ومثل هذه الحوادث التي أحيانا تكون مفتعلة أحيانا الواحد كذا يعني يفهمها يعني يعرف أن الموضوع فيه يعني افتعال للموضوع وفي نفس الوقت يحرص الإنسان لأنه يأخذ الحق يعني يأخذ حذرة في مثل هذه المواقف